لو كتبت كلمة العلام من المصري và espacio fund الجزائري هتلاقي فيديوهات كتيرة جداً طالعة. وعليها بيوز كتير جداً. لو دورت على البرامج دي. واقعياً والبرامج دي. الناس بتفرج عليها دي مش هتلاقي اي حاجة من من الارقام دي كلها حقيقة. والذلك الارقام دي كلها حقيقة بس لمجرد ان احنا على منصة فيها جنسيات مختلفة وعلى منصة فيها جنسيات كتيرة. اه عزيزة العلام المصري ميلادش بياحزة بشعبية كبيرة في مصر. الرديم. الكلام ده بقاش بياكل مع الشباب هنا بثنين جنوا ونص. يعني انا واحد مثلا من انجيل التسعينات ما بتفرجش على فكرة ان نحنا متابع الالام المصري بيقوله. فأي عضي. بصراحة يعني. لا اعلام رياضي ولا اعلام يعني. ما بتابعش اعلام مصري بثنين جن ونص. فكرة ان انا اععد ساعتين اتفرج على احمد شوبير بيقوله في فكرة مستحيلة. فكرة ان انا اعطل ساعة اتفرج على نادر السيد ومحمد فاروق فكرة مستحيلة. فكرة ان نادر السيد ومحمد فاروق فيديو القناة تنزله لهم وتقطعهم علشان خاطر يجيبوا مشاهدات وهم عارفين كويس ان الناس هتخش تشتم في محمد فاروق وفي نادر السيد وفي الكلام اللي قالوه القناة عارفة كده. بس الام حالة بالنسبة لها ايه? الارباح. ودي حاجة بتخليني بصراحة ما بحب بس فكرة العلام المصر الرياضة. العلام بتاعنا مش بيلاقي مواضيع يتكلم فيها. العامة المصر الميتكلم في المواضيع مش بيكون عارف ابعادها اساسا. وده المشكلة. لندر السيد محمد فارغ لما يقعد يتكلمه على منطقة الجزائري وعلى دور الجزائري لده عارف الدور الجزائري طالع كام لعيب ولا ده عارف الدور الجزائري طالع كام لعيب ولا المعد الموجود ووراء الكاميرات عارف الكلام اللي هو بيتكلمه فيه ده عمل ازاي وراح من ايه المجايف ايه. فالمشكلة بتاع الاعلام الرياضي المصري بقى لها فترة أولى جدا. بس الازمة عزيزي في حضرتك انت. يمكن الكلام ده زعلك. بس الازمة فيك انت. انت اللي بتطور على الاعلام الرياضي المصري بيقولها على منتخب الجزائر. وانت في غنى عن الكلام ده خالص. انت مش محتاج كلام من الاعلام المصري على منتخب الجزائر. لان الاعلام المصري هو اكتر اعلام. عايز اقول لك كلمة كده بس ما غلطش فيها. الاعلام المصري اكتر اعلام غير وقائق غير موضوعي غير حقيقي لا ينقل للحقائق اطلاقا. احنا والزمالك بيعقوا لا يجروا ان هو يتكلم عليهم علشان خطر الجماهير. الاعلام الرادي بتاعنا اللي عارف حاجات كتيرة جدا وكوارث كتيرة جدا وبيخاف يقولها للناس. الاعلام الرادي ده انت بتمسك لي على الواحدة لما بيجي يقول المنتخب الجزائري. ولما تلاقي نادر السيد بيطلع يتكلم في حاجة مش عارفة تلاقي الناس كلها طبعا تشتم على النادر. يا جماعة نادر اللي جابه هنا. واللي جاب المقدمة على البرنامج ده محمد فاروق هنا. واللي جاب طقم الاعداد ده كله هنا هم اللي ظلموهم لان هم جايبينهم. فحاجة ما يعرفوش عنها اي حاجة. اللي بتكلم علي احمد شوبير وكورهو المنتخب الجزائري. احمد شوبير ما بيحبش حد اساسا. انا احمد شوبير عنده مشاكل مع وايت نايتس جمهور الزمالك. عنده مشاكل مع التر سايلوي. عنده مشاكل مع جمهور الالي. عنده مشاكل مع جمهور الزمالك. حلمه ان هو يمسك اتحاده في مصر وده ان شاء الله بازن الله لما يشوف على مدودنه. ففكرة ان انت بتاخد الاعلام المصري على ما احملت جدية دي ازم عندك انت. او والله ازم عندك انت. لما لاني فيديوهات كتير مفايلرة ومعدال المية الف ومية وعشرين الف من اا اعلام مصري بيتكلم عن المنتخب الجزائري وتبص على الاعلام المصري ده تلاقي ان هو قناة النيل الرياضة. فده معنا انت اللي بتهرج. مش انا اللي بتهرج. انت اللي بتهرج وانت اللي من جنسياتك بتقولي. بس تمام. الكلام ده حلو جدا. بس نقي الناس اللي انت ممكن تسمع منه. هتراح دماغة اوي. هتكايف اوي. لما هتناقي الناس اللي انت ممكن تسمع منه. الناس اللي ميجي يكلمك على موضوع هيبقى عارف وبيتكلم فيه. وهقول لك واحد اتنين تلعة اربعة خمسة ستة سبعة تابعة تسعة عشرة. انا بتكلم في الموضوع ده اعرف ايه عديده كله. انما انت بتروح تجيب الناس في الاعلام المصري. مش عارس حاجة اي حاجة. وبتنقل بيجي على كلام. بيقوله على المنتخب الجزائري سلبي او فيجابي. المشكلة عندك انت. انا عارف ان كنوات يوتيوب كترت وفيديوهات كترت جدا. بس برضو المشكلة عندك انت. انت اللي بتحدد النوعية بتاعت الفيديوهات اللي انت عايز تفرج عليها. انت اللي بتضيع وقتك. زي بتضيع وقتك معي فاربها خمس دايق جاي عايز يسمع مني الموضوع اللي انا بتكلم فيه. انت بضيع وقتك مع ناس بتتكلم عن المنتخب الجزائري بيدونوا علم. ما اعرفوش دو مال بالماضي بيلعب اربعة اتنين تلقات واحد ولا جبال بالماضي بيحولها اربعة اربعة اتنين اربعة. ما اعرفوش سمعيل بن نصر كان بيلعب فرين قبل ما يلعب فرين حاليا. ما اعرفوش كل الكلام ده كله. انت داخل تتفرج علي ناس بيحشوا وقت. بجد الله الناس بتحشوا وقت. فانك تاخدهم على محمل الجيتية فالمشكلة عندك انت. المشكلة مش عند الاعلام المصري. الاعلام المصري ده اساسا فقط الزبون بتاعته من سنين. الزبون بتاع به هو جمهور المصري. الجمهور المصري خلاص اعرف ان الناس دي كذبين والناس دي مش بيقولوا اي حاجة حقيقة. بنت كلمة بالاعلام الريادي تاني بتالت ورابع. ما حاديش ج screenshot الرحمة لم تكن اعلم الريادة دي تاني تلت ورابع. الاعلام الريادي في مصر محاديش بقى بياخد له على اي حاجة بيقولها. فانت لما تيجي تاخد محمل الجدية. وتقول ان كراهية. او حب او غيرة او حق. المشكلة عندك انت. لان انت اللي بتسمع للناس صعب ان هما يسمع ليهم. فبالقصة كلها مش هزا. انت اللي بتحادر انت عايز تفرج على ايه? انت عايز تضيع وقتك على ايه? انتو اللي بتختارها جماعة انتو تفرج على الحاجات دي. فيديو نادر السيد ومحمد فاروق ده ما كانش معدي هنا في مصر خمس تلاف مشاهدة. لان ما حدش اساسا بتفرج على نادر السيد اونا الحمد سروبي يقولي ايه? واحمد شو بير الفيديوهات بتاعتوه بدأت ان هي ما تفايلرش وفيديوهات بتاعتهم وبدأتش تعد. الناس عندنا ناتفاصل بدأتش مركزة قوي مع الاعلام المصري بيقول ايه. فانت لما تقول ان الاعلام المصري يمثل شريحة جبيرة من جمهور المصري فانت لسه متعرفش ايه حاجة عن جمهور المصري حتى الان. فانا حبيت اوصل لك وجهة النظر دي. انت اللي بتحدد انت عايز تفرج على ايه? وقالك تاني وتالت ورابة. انت اللي بتحدد انت كمشاهد عايز تفرج على ايه? زمان كامل معاك الرموت. بالوقت ايه معاك لو احتاج على المفاتيح تكتب اللي انت عايزه. اه مسلا انت تروح تستيكتب اللي المصري لا انت تروح شوكي ستانو هونالدو وميسي كلام. ضيع وقتك في حاجة مميزة. ما ضيعش وقتك في حاجة. تقريفك وديجي بعد كده تقول المصريين بكراف بازالين. لأ انت اللي بتفرج على منتج رديل. فانت اللي تحمل العواقب بتاع مسالك تحتك. ده رأيي يا ابن الحلال. لو حاجبك ايام اللي. لو ما حاجبك شو شايف ان انت تجد ده وقت معايا فانت بننسل الله معايا.